اهلا بيكم بطلب تالبات التعليم الفني. يسخraitنا الناره ده من تاساعة التعليم الفني وساعتنا النهاردة مخصصة لطلبت التعليمalصناعي صناعي تخصص نسيج. النهاردة بنتكلم عن مادة التراكم. مادة التراكم احنا عارفين هي مخصصة لطلبت الصف الاول صناعي تخصص نسيج. وفي بعض التخصصات التانية بتاخد بعض الاجزاء من المادة دي في الصفوف التانية وهكذا مثل زي مسلا اتخاصات التريكو والملابس فالجزئة اللي هم نتكلم فيها بتنفع الاتخاصات دي في الصفوف بتاعتهم لكن احنا في الهدف الاساسي من مادتنا النهاردة هي مراجعة عامة لطلبة اتخاص نسيج الصف الاول طبعا في الحلقات اللي فاتت احنا اتكلمنا عن قوانين الطول والوزن والنمرى وعرفنا الفرق ما بينهم وعرفنا التحولات وعرفنا اهميتها لان لازم عشان اقدر اشتغل مسألة بالشكل المطلوب لازم اكون حافظ التحولات واقدر انقل او ابدل ما بين التمييزات الخاصة بيهم بشكل سهل وبسيط زي مسلا الاوزان والاطوال والنقل ما بينهم بالشكل المطلوب بالاضافة لكده اطوال الشلال وده حاجة مهمة جدا لازم اكون مجاهز نفسي في الامتحان اكون فاهمها وعرفها واقدر ان اشتغل عليها ده طبعا كل الاساسيات اللي اقدر اشتغل بيها بالنسبة لايه للطرقين طيب انا دلوقتي عشان اتكلم عن الطرقين واقول انا محتاج ان انا احط المسائل بتاعتي بالشكل المطلوب عشان اشوف الوضع بتاعي هنبدأ بحاجة بسيطة كده بداية من الجزء الخاص بالتحولات لازم ناخد الاول فكرة عنه مرة تانية كده عشان نعرف احنا هنشتغل على اساسه ازاي وهننتقل على طول للقوانين وازاي هبدل مع القوانين فتعالوا نشوف التحولات اللي موجودة عندنا بتشتغل ازاي اول حاجة عندي بالنسبة لي عندي تحولات الوزن فهنيجي هنا نتكلم عن تحولات الوزن تعالوا كده نشوف هنكتبها مع بعض ازاي وهنقول اول التحولات عندي هيكون تحولات الاوزان كلها بداية من الرطل وتحويله للانواع الباقية اللي عندي تعالوا نشوف كده اول تحويل عندي هيكون ايه هنا هنقول ان الوزن عندي الاساس هيكون بالرطل الرطل هنا هيساوي وابدأ من عندي ساوي دي ابدأ اكتب النوعيات الاوزان التانية اللي موجودة معي هنا هنتكلم عن الجرام تحويل عندي هيكون الجرام هيكون عندي الاقية هيكون عندي الجرين هيكون عندي الكيلو جرام دي الاوزان اللي هي بتطابق او بتقابل الرطل فيه كنوعيات وزن فهنا هنقول الرطل بيساوي 456 من 10 جرام بيساوي 16 أقية بيساوي 7000 جرين بيساوي واحد على اتنين علامة 200 وخمسة كيلو جرام ازا هي دي التحويلات اللي المفروض ان انا بابقى عارفها من الرطل ليها طب لو انا عكست لو انا حبيت ان اعكس من الجرام للرطل لو انا عكست هنا ممكن نكتبقى هنا على الجنب هنقول من جرام لرطل هنعكس هتبقى واحد على 456 من اقية لرطل هتبقى واحد على ستاشر من جرين لرطل هتكون واحد على سبعة تلاف من كيلو جرام لرطل هتبقى اتنين علامة 200 وخمسة بيحنا كده عرفنا ان من الجرام بيساوي واحد على 456 رطل الاقية بتساوي واحد على ستاشر رطل الجرين بيبقى واحد على سبعة تلاف رطل الكيلو جرام هيساوي اتنين ومتين وخمسة على تقريبا دخل على الربع رطل يبقى هنا الكيلو جرام في اتنين رطل وجزء وهكذا بقى بقية التحولات يبقى انا كده عرفت ازاي ابدل ما بينهم وازاي ان انا احطهم عندي بالشكل بتاعي على هيئة ايه على هيئة ارقام الزهرة معايا وقدر ان انا ابدل ما بينهم بالشكل المطلوب ده بالنسبة لايه بالنسبة لايه الاوزان طيب الاطوال الاطوال عندي اول الاطوال عندي طول الاساس اللي احنا بنشتغل عليه في الاساس بيكون اليرضى طيب من يرضى لايه بقى عشان التحولات بقى بالنسبة ليه الجزء الخاص بالاطوال انا احاول من يرضى لمتر والكيلو متر والصانتي واليرضى للأدم وهكذا فبالتالي بيحتاج ان انا برضو اكون عارف التحويلة بتاعت الاساسية هتكون ايه فهنا هنكتب اول حاجة هنا هنكتب اليرضى لان هي طبعا جزء الاساسي عندي في بداية شغلي اليرضى بتساوي اليرضى بتساوي اتنين وتلاتين على خمسة وتلاتين متر اذا المتر بيساوي خمسة وتلاتين على اتنين وتلاتين يرضى العكس بتاعها يبقى هنا من يرضى المتر اتنين وتلاتين على خمسة وتلاتين من متر اليرضى خمسة وتلاتين على تلاتين طب اعرفها ازاي عشان الاتنين شبهة بعض بالتبديلة هنا بالشكل ده هقول ان اليرضى اول حرف فيها يه والاتنين ديت لو عملتها بالشكل ده كده بقت يه في يه الاتنين فوق بالنسبة ليه المتر برضه لما اجي اشتغل من متر اليارضة المتر اول حرف فيه هيكون حرف الميم فبالتالي هاجي هنا عند الخمسة لو عملتها كده بقت ميم فالميم يبقى الخمسة والتراتين هي اللي فوق واقدر اكمل تحويلاتي بعد كده طيب من يارضة لكيلو متر هتبقى من يارضة المتر ومن متر الكيلو متر من يارضة المتر قلنا اتنين وتلاتين على خمسة وتلاتين طيب من متر الكيلو متر المتر فيه قد ايه من الكيلو متر الكيلو متر فيه الف متر يبقى المتر فيه واحد على الف من الكيلو متر ده شكل التحويل اللي لما اجي حول لإيه للكيلو متر اليارضة عندي بتساوي تلاتة ادم وهكذا بقية التحويلات بتاعتي اليارضة بتساوي ستة وتلاتين بوصة كده تقريبا معظم التحويلات ان انا بستخدمها في الاطوال ان انا معايا نوعين من القوانين شغال عليهم في السنة دي. النوع الاولاني اللي هو الخاص بترقيم الوزن السابت والنوع التاني الخاص بترقيم الطول السابق. تعالوا نشوف القوانين بتاعتنا شكلها ايه? اول حاجة قانون النمراء. تعال كده نكتبه. النمراء. هنقول مسلا النمراء بترقيم الانجليزي. او النمراء عموما. النمراء ترقيم انجليزي. او النمراء قطن. ترقيم انجليزي. النمراء ترقيم انجليزي هيبقى عندي فيها ايه? هيبقى عندي فيها القطن. كتان. القطن ما يخزل على طريقة طبعا هنقوله. كتان. ده بالنسبة ايه? بالنسبة للترقيم بتاعتي وشكلها وانواعها. كل واحد فيهم لطول. هنيجي على القطن وما يخزل على طريقته. السابق بتاعه تمنمية واربعين. الكتان السابق بتاعه تلتمية. الورستد السابق بتاعه خمسمية وستين. الولن السابق بتاعه متين ستة وخمسين. دي مجموعة الارقام اللي عندي. طبعا القطن ما يخزل على طريقته عندي الحريطة بين مخزول وحرير الصناعي المخزول. ازا كان عندي اه الشغل عندي او الارقام اللي قدامي دي بتعبر عن نوعيات الخامات دي. فبالتالي الارقام دي هي اطوال الشلل. يعني ده طول الشلة. طول الشلة بتاعتي. ازا كان قطن طولها تمنمية واربعين. كتان طولها تلتمية. ولسه طولها خمسمية وستين. ولن طولها متين ستة وخمسين. بس تعالى هنا في النمرة بالتراكم الانجليزي. لسه ما اتكلمناش عنها. ده احنا قلنا الخامات اللي موجودة عندنا. وقلنا اطوال الشلل بتاعتها. ما دخلناش على القانون. لكن القانون عندي قلنا هو عبارة عن قانونين. القانون الاولاني هو قانون النمرة الانجليزية العام. اللي هو عبارة عن ايه? لو قلنا كده قانون النمرة. بتساوي. هيقول لي عدد الشلل في الحالة دي. على وزن رطل. وسكت. كلمة عدد الشلل دي الوحدها انا بفكها لان انا هنا عندي بقى اطوال شلل وموضوع تاني اللي احنا اتكلمنا فيه لسه كاتبينه. فبالتالي احنا قلنا وعرفنا بنفك ازاي موضوع بتاع النمرة دي. تعالى ما بنفك الجزء ده بنقول عدد الشلل دي عبارة عن ايه? وزي هتوصل للقانون التاني. يبقى احنا كده برضو بنستنبت مع بعض القانون اللي احنا هنبقى فاهمينه وحافظينه ونقدر نشتغل عليه. فهنا بيقول لي بقى اساسا كلمة عدد الشلل لوحدها. عدد الشلل لوحدها. بتساوي ايه? طول بلياردة على وزن اه طول بلياردة على طول الشلة. يبقى هنا عدد الشلل هتساوي الطول بلياردة على طول الشلة الوحدة. يعني في الحالة دي لو انا جيت اكتب كده مرة تانية هنقول يبقى ان هنا النمرة بتساوي. عدد الشلل على وزن رطل. عدد الشلل احنا قلنا عليها ايه? قلنا عليها كلمة عدد الشلل دي لوحدها لما ياجي اخدها على جنب هي عبارة عن طول بلياردة على طول شلة وحدة. معنى الكلام ده هشيل كلمة عدد الشلل دي واقول اذا يبقى النمرة بتساوي. شيل بقى كلمة عدد الشلل وحط مكانها الجزئية دي في المكان ده هتبقى الطول بلياردة على طول شلة. طب والوزن فيه الوزن رطل. ده استنباط القانون. يبقى انا هنا كلمة طول شلة دي بقى لو كانت قطن في حالة القطن. هكتب تمنمية واربعين. وما يخزل على طريقته. في حالة الكتان هشيل كلمة طول الشلة دي وحط طلتمية. في حالة الورستد هشيل الكلام ده وحط خمسمية وستين. في حالة الولن هشيل الكلام ده وحط متين ستة وخمسين. يبقى ده اللي بيتغير معايا اثناء التنفيذ او اثناء حل المسائل. تمام كده? طبعا انا بقى عشان اجيب بقى بقية الاجزاء اللي نقصاني لو انا مسلا هنا طالب النمرة فبالتالي شكل القانون بالشكل اللي انتو شفتوه ده. طب لو انا بقى عايز اغير يعني عايزين نستنبط القانون بتاعنا على نفس الورقة بتاعتنا هنا. فتعالا كده نكمل الاستنباط بتاعنا ونقول لو انا عايز بقى الطول. لو انا عايز الوزن اعمل ايه? في القانون اللي قدامي. انا بحفظ حاجة واحدة بس عشان اقدر اكمل بيها واجيب بقية الايه الشغل بتاعي. تعالا كده نقول النمرة هنا هنحط على واحد. وهنعمل طرفين في وسطين. هننسى طبعا الجزء اللي شغل ده ان هو شغل معنا في اي مسألة. بس اعتبر القانون بالشكل ده. لو انا عايز الطول. هقول ان الطول مجهول وجميع المعلومين دول مع بعض في سطر واحد. في البسط. لو انا عايز الوزن هخب الوزن. هقول ان هو المجهول. واللي معاه هيكونوا في المقام. اما البسط زي ما هو. لان البسط ده معلوم وده معلوم. فبالتالي هيبقى الوزن هيبقى عبارة عن الطول باليارضة على النمرة في طول الشلة. والطول هيساوي النمرة في طول الشلة في الوزن. يبقى ما نيجي نكتبهم هنقول ايه بقى? هنقول ان الوزن هنقسم هنا الجزئية دي كده. الوزن بيساوي الطول باليارضة على نمرة في طول الشلة. انسا عب نسميها سابت. الطول بيساوي. وزن في نمرة في طول الشلة. كده كل القوانين الخاصة بايه? الخاصة بالنمرة الانجليزية. كده انا عندي القانون الاولاني اللي كان فيه عدد الشلل على الوزن بالرطل. القانون التاني اللي بيتكلم عن الجزء الخاص بطول بيارضة على السابت في الوزن او الوزن في السابت يشتفرق في الجزئية دي. مين قبل مين? وهكزا بالنسبة لحل المسائل في الجزئية دي. بقى كده معاك بقى نشوف حل المسائل بيتم ازاي بالشكل ده. انا هنا عندي طبعا زي ما احنا شفنا كده بالشكل احنا شفناه قلنا ان عدد كم المسائل عندي مش هيأثر معايا اثناء عملية الحل بالنسبة للمسائل بالشكل ده. تعالوا نتحط مسألة من المسائل ونشوف بيتم حلها ازاي. هنا طبعا بالنسبة لي لو جيت على مسألة من المسائل واقول ايه? او المسائل عندي ممكن يقول لي ايه? ايهما اطول. ممكن يقول لي ايهما ارفع. ممكن يقول لي ترتب تصعودية من الارفع للأسمك او للأدخن. طب انا هعرف الكلام ده ازاي? لازم انا نكون فاهم في الاساس النمرأ آآ سمكها بيعبر عن ايه? تعالوا نفهم الموضوع الصمكة تاني ونعرف ازاي نعرف النمرأ ان ممكن نجي لتعريف النمرأ في المسائلة بتاعتي. تعالوا نشوف الكلام ده هنقوله ازاي? اول حاجة عندي هنا بيقول لي ايه? تعريف النمرأ. ماذا تعني? ماذا? تعني? ارقام الخيوط الاتية. ارقام الخيوط الاتية دي عندي منها شغل كتير. اول حاجة مثلا بيقول لي ايه? تلاتين قطن اربعين كتن. وهكذا طبعا اللي هيتعامل مع دول بيتعامل مع باقي ايه? باقي المسائل بتاعتي. هنيجي هنا على تلاتين قطن. تلاتين قطن عشان اشتغل عليها? هقول هي عبارة عن ايه بقى? هي عبارة عن تلاتين شلة طول كل منها تلاتين واربعين يارضة. بازنوا جميعا واحدرت. لما اجحل الحل بتاعها اقول كده. ايه دي الحل. اول واحدة تلاتين شلة طول كل منها انا بكلم عن قطن. تمنمية واربعين. تمنمية واربعين ايه? يارضة. ويزنوا واحد راطل. ده التعريف الاولاني. كله يحصل مع التعريف التاني معك التان. لما اجي اشتغل عليه. هيقول له ايه? هيقول له ان المسافة دي هنا انا بكلم عن اربعين. الاربعين ديت هتبقى اربعين شلة. اربعين شلة. تعال بقى نكتبها. ادي الاربعين. شلة. طول كل منها. هنا هكتب تمنمية واربعين. لا انا هنا بتكلم عن كتان. يبقى انا هكتب تلتميت. تلتميت ايه? يارضة. ويزنوا واحد راطل. كلهم بيزنوا. الاربعين شلة وزنهم واحد راطل. ازا انا هنا بتكلم عن جزئة مهمة جدا عندي في حل المسائل بتاعتي قبل ما ادخل على المسائل. وبقول ان ازا كنت انا محتاج اعرف اه ايوم ارفع. لازم كلهم يكونوا على نفس نوعية ترقيم اللي انا شغال عليها. بمعنى بمعنى ان انا شغلت دلوقتي على ترقيم الانجليزي. وشغال على ترقيم القطن. لما اجا قارن خيوط لازم تبقى الخيوط كلها ايه? قطنية. عشان كده طلعت حاجة عندنا اسمها النمر المعادلة في الجزء تاني من منهجنا. طب تعالى كده نتقارن ما بين الارقام الخيوط عن طريق القوانين. ونشوف كمان شكل مسائل اللي اتعامل معها ازاي? وخصوصا لما اجي احول من اه حاجة لحاجة في قلب الايه? في قلب الشغل بتاعي. تعالى كده نشوف اول مسألة عندنا وبتقول لي. اه خط مكون من مكون من ايه? اول حاجة هنا انا بدور على التكوين بتاعي. انا هنا التكوين بتاعي بيقول لي انه هو لازم يكون محدد الترقيم. طيب هنا هيكون مكون من اربعين شل. او ربعمائة شل. حدد الترقيم? لا. بس قال لي ايه? اه يويزن. اربعة رطل. ربعمائة شلة. ويزن اربعة رطل. من خط قطن. تمام? طبعا هنا عشان اه طبعا الرقم يكون كبير عشان يتقسم على اربعة. اه لما اجي اقول ربعمائة شلة من خط اه يزن اربعة رطل. مفروض هاسم الربعمائة على الاربعة عشان خاطر يجديني الحل بتاعي المزبوط. طب هنا في الحالة دي طبعا احنا قلنا طبعا الرقم اه رقم مش طبيعي طبعا حتى الرقم اللي هيطلع منه مش طبيع عشان ازبط النمرة دي ممكن اتقول ربعمائة على الاربعين. اتزود عدد الارطال بتاعتي. عشان اقلل عدد الشلة الموجودة عندي في الرطل. لكن طبعا الناتج هنا هيكون ايه? هيكون المية. لكن تعالي هنا نقول ادي الحل بتاعي. ازاي هختار القوانين بقى? هنا في كلمة شلة موجودة في المسألة. في الحالة دي هستخدم القانون الكبير ولا القانون الصغير? في حالة وجود كلمة شلة هقول القانون الصغير. الرطل النمرة هنا بتساوي. وهنا مش فارق معي حط الترقيم لان المسألة اصلا بفاش ثابت. فبالتالي ممكن اقول النمرة قطن او استنى في النهاية بكتب كلمة القطن. هنا هقول بقى ايه? ربعمائة شلة اللي هي عدد الشلال. على الوزن بالرطل. بتساوي. ادي الربعمائة وادي الاربعة. طبعا الاتنين بيروحوا مع بعض فيهم الواحد هتساوي في النهاية مية. ده رقم تجريبي مش رقم اساس ما فيش نمرة كده في الترقيم الانجليزي. بس هنكتب جنبها ايه? قطن. تمام كده? طب ده عشان انا شفت كلمة ايه? شلة في المسألة. او ما المسألة ازاي تتحل على الرقم او القانون الاكبر? عشان تتحل على القانون الاكبر محتاج اقول ان المسألة بقى في الحالة دي هتبقى عبارة عن خيط او خيط خلينا نغير نوع الخامة. يزن. تلاتة. رطل. وطوله. تلاتة تلاف يارضة. من احسب نمرته. هنا في المسألة مدام في طلب اليارضة. ومدام في اسم خامة. ومدام في وزن. يبقى انا هستخدم القانون الكبير. القانون بتاع الكبير اللي هو هستخدمه في الحالة دي هيبقى ايه? النمرة. بتساوي. طلب اليارضة على وزن رطل. في طول الشلة هنا مدام تنشغال على الورستد ممكن اكتب الخمسمية وستين على طول. هنا هنبدأ نعوض بقى بالارقام. طلب اليارضة هنا تلاتة تلاف. الوزن بالرطل هنا عندي تلاتة. السابت عندي خمسمية وستين. هتساوي. انا كده مستني النمرة عشان تطلع وقتك جنبها ورستد. هبدأ احسبها على الالة الحزبة. هنقول التلات تلاف. هضربهم في. هيقسمهم الاول على تلاتة. على تلاتة. وفي اسمة تانية طبعا لو الالة عندك الالة هتروح اسمهم تانية على خمسمية وستين. الناتج بتاعها هيطلع واحد وتمانية من عشرة. يبقى نمرة الخدة هتكون واحد علامة تمانية من عشرة ورست. يعني داخل على الرقم اتنين. كده انا اقدرت ان انا اوصل ايه للنمرة بتاعتي بشكل بسيط. طيب لما اجي بقى احسب برضو مسألة نمرة. بس هبدأ ان انا اغزيها بالتحولات. بمعنى هنكتب برضو نمرة مسألة مشابهة للي قبلها. وهنقول الخيط المرة دي خليه ولن. طوله اه عشرة كيلو متر. ويزن. واحد ونص او احنا بنعبينها عبن نص كتير جدا واحد ونص كيلو جرام. احسب نمرته. هنقول الحل. كده هو برضو بيستخدم القانون الكبير الاولاني اللي احنا قلنا عليه اللي هو النمرة بتساوي طول بالياردة. عالوزن. راتل. في السابت انا هنا هنقول اني متين ستة وخمسين. هنبدأ نعوض. طول بالياردة هنا عندي عشرة. بس العشرة دي مش ياردة. العشرة دي كيلو متر. يبقى نحول من كيلو متر للمتر. الكيلو متر عشان يتحول لمتر لازم يتضرب في الف. ومن متر ليردة لازم هضرب المسألة في خمسة وتلاتين على اتنين وتلاتين. كده الجزء الاولاني في الطول اتحق بتحوليته. تمام كده? طيب هجا كامل بقى الوزن واحد ونص واحد ونص اقدر احط واحد وخمسة من عشرة. دي الواحد ونص بتاعتي. بس هنا بقى عشان احاول من كيلو جرام لرطل هضرب في اتنين علامة متين وخمسة. يبقى الكلام ده كله مفروض ان هتضرب في اتنين علامة متين وخمسة. تمام كده? طيب الكلام ده كله لسه مرقص له ايه? المتين ستة وخمسين هضرب في متين ستة وخمسين. يبقى هنا عندي تحولات اتحطت ليه الطول الجزئية دي كده. وتحولة الوزن جنب الوزن. والسابت زي ما هو في مكان. يبقى كل اللي ما فيش تحت الخط ده او كل الكلام ده كده الجزئية دي حرف ال ال الميل ده عبارة عن الايه الجزء الخاص بتحولات الطول. برضه هن اضربها على الالة. هنقول في الحالة دي عندي عشرة. مضروبة في الف. مضروبة في خمسة وثلاثين. كل المسألة بقى هتتقسم على واحد ونص. هتتقسم على اتنين على ممتين وخمسة. هتتقسم مرة تانية على اتنين وتلاتين. هتتقسم اخر حاجة على ممتين ستة وخمسين. الناتج اللي هيطلع تلاتاشر. تلاتاشر ايه? اكتب جنبها ولن. مش الترقيم عندي ولن. اقدر اكتب جنبها ولن. وكون متطمن ان حساب بتاع المسألة بتاعتي طالع مزبوط بدون ان انا قدرت اوصل للشكل ده. طبعا كده يبقى هنا كان المهم في حل المسألة دي التحولات. طب ان احنا حلنا خلاص. فهنقول بقى الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه او اللي احنا نشتغل عليه. في ناس تقدر تحل المسألة دي بشكل تاني. بشكل تاني بمعنى ايه? هتاخد العشرة دي لوحدها. بتحولها. هتاخد الواحد ونص ده لوحده. وتحوله وتبدأ تدخل بيه مسألة جديدة. بمعنى كان ممكن نيجي فيه المكان ده كده. ونلاقي الحلوط دي حتى موجودة في الكتاب. هيحط العشرة. ويدربها في الالف. ويدربها في الخمسة وتلاتين على اتنين وتلاتين. ويطلع بيها برقم. وهيجي الواحد ونص. ويدربها في اتنين على امتين وخمسة. ويطلع برقم. هياخد الناتج ده. وهياخد الناتج ده. الناتج رقم واحد والناتج رقم اتنين. ورحات قانون جديد. وهيقول واحد. الناتج طبعا هيطلع من هنا. على اتنين الناتج اللي هيطلع من الجزئية دي. فيه السابت اللي هو امتين ستة وخمسين. لازم برضو الناتج ده هيطلع برضو ايه? تلات عشر. طبعا ده الاساس في الموضوع. انا كده قدرت ان انا احول وقدرت ان انا احط تحولات بشكل سهل في المسألة. طيب تحولات بقى ازاي احطها في المسألة لجميع انواع المسائل اللي ممكن تورد علي سكوان كانت ايه? مسائل اه وزن او مسائل نمرة. مسائل الوزن والنمرة ليهم طريقة لوضع تحولات الوزن. جميع تحولات الوزن في مسائل النمرة والوزن موجودة في البسط. مع ده الكيلو جرام الوحيدة اللي تحت في المقام. عشان ما نلغبطش نفسنا. ممكن يقول لي ايه? احسب الوزن بالكيلو جرام لخية نمرة كزا وطوله كزا. فانت بعد ما بتخلص المسألة تقدر تاخد الناتج ده وتضرابه في التحويلة. او تقدر تجيب المسألة كلها وتحط جواها التحويلة. بحس انها تخرج بالناتج بتاعها بالشكل الايه? المزبوط والشكل المطلوب. طيب يبقى انا كده فهمت ان جميع تحولات الوزن ودي معلومة مهمة جدا. يعني ربعمائة اتاقمسين في مسألة الوزن. لو انا محتاج ان الناتج يطلع بالجرام هتبقى ربعمائة اتاقمسين طبع عشرة موجودة في البسط. لو انا عايز نتج المسألة يطلع بالجرين يبقى السبعة تلف في البسط. لو انت عايزها تطلع بالاقية يبقى ستاشر في البسط. لو انت عايزها بالكيلو جرام هحطها في المقام. كده ده شكل الايه? شكل وضع المسائل في او وضع التحويلات في ايه? في القانون بتاعي. ده طبعا عشان اقدر احل في مسألة الوزن وفي مسألة الايه? النمرة. تمام كده? طيب تعالا بقى في مسألة الطول. مسألة الطول انا بحط التحويلات زي ما هي كسر. ليه? هيبقى عندي مسلا من جرين لرطل. حط الكسر واحد على سبعة تلاف. من اوكية لرطل حط الكسر واحد على ستاشر. من كيلو جرام لرطل حط اتنين وخمسة على طول ما فيهاش كسر. وهكزا. يبقى عندي اشكال وضع الاوزان في المسائل دي هو الجزء اللي احنا نشتغل عليه دلوقتي مع بعض. ازاي احط التحويلات داخل مسألة? حتى لو انا عارف الارقام ووصولها ما بين ما بينها وبن بعضها يعني. عارف العلاقة ما بين الرطل وما بين الجرام. عارفها. بس مش عارف احطها في القانون. ده اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي. يبقى انا احط التلات قانون بتوع الوزن والنمرة والطول. وتعالوا نشوف هنحط الاوزان ازاي? او تحويلات الاوزان ازاي? هنا هيقول لي مسلا النمرة بتساوي. النمرة بتساوي. والوزن بساوي. والطول بساوي. النمرة هنا هتساوي طول باليارضة على وزن بالرطل. فيه هنخلينا سابت. السابت ده احنا عارفينه طول الشلة. الوزن بساوي طول باليارضة على النمرة فيه زي ما اتفقنا هنسميه طول الشلة سابت. الطول هو عبارة عن نمرة فيه وزن فيه سابت. تمام كده? طيب انا هنا بقى لو جالي الوزن بتاعي بحاجة غير الرطل. الوزن بتاعي بحاجة غير الرطل. هنعمل هنا يساوي عشان نحط آآ الاشكال بتاعتنا. لو عندي الوزن بحاجة غير الرطل. لو بالجرام يبقى ربمائة تاتة وخمسين وستة ومع عشرة فوق. لو بالجرين هتكون السبع تلاف فوق. لو بالاقية هتكون الستاشر فوق. لو بالكيلو جرام هتكون اتنين على ممتين وخمسة تحت. تمام كده? ده بالنسبة لي يبقى في الحالة دي لانا هاخد الشكل ده وحطه الناحية دي. لو الوزن هنا ما كانش بالرطل كان بالكلو جرام هachot اتنين وخمسة مضروبة في الوزن. لو كان الوزن بتاعي بالجرام هحط ربمائة تاتة وخمسين وستة من عشرة فوق مضروبة في الطول. لو كان عندي الوزن بتاعي بالجرين هحط السبع تلاف مضروبة في الطول فوق. ده طبعا نشوفناها في المسألة من شوية. لو كان الوزن بتاعي بالاقية هحط ستاشر مضروبة في الطول فوق. تمام كده? طيب تعال بقى على التاني بقى. هناجي كده نقول المجموعة دي كده مع نفسها. وتعال نشوف النوع التاني الاوزان. انا هنا هو عايز يخرج الوزن بحاجة غير الرطل. كده المسألة تطلع شغلها بالرطل. هو عايز بحاجة غير الرطل. هناخد الشكل ده كده. ونقول هنطبقه هنا. لو انا عايز الوزن هنا بالجرين. يطلع بالجرين. هحط سبع تلاف فوق. لو انا عايز الوزن يطلع بالاوكية. هحط ستاشر فوق. لو انا عايز الوزن بتاعي يطلع بالجرام اللي باقي. ربا متى تاخد ستة من عشرة هتكون فوق. لو انا عايز وزن المسألة يطلع بالكيلو جرام. كناتج. هحط اتنين متين وخمسة تحت. ايه هو نفس الشكل ده. متطبق على مسألة الوزن. يبقى في جميع تحولات الوزن في مسألة النمرة وفي مسألة الوزن. جميعها فين? في البسط. ما عدا الكيلو جرام مقام. يبقى جميع تحولات الوزن في مسألة الطول والوزن. ما عليش مسألة النمرة والوزن. في البسط ما عدا الكيلو جرام تحت. طب تعالي بقى على مسألة الطول. مسألة الطول هنا في وزن. ممكن يكون الوزن انا ادخلي في المسألة بالجرام. بالجرام يبقى انا احط 1 على 453.18 عشان ده تحويلة الجرام ممكن يكون جايلي بالجرين حط 1 على 7000 عشان ده تحويلة الجرين يكون جايلي بالاقية حط 1 على 16 عشان ده تحويلة الاقية يكون جايلي بالكيلو جرام على طول حط 2 على 200.5 مضروبة في الكلام ده كله عشان ده تحويلة الكيلو ايه الكيلو جرام فهمنا كده وعرفنا بحط التحولات بتاعت ازاي في مسألة النمرة مسألة الوزن ومسألة الطول ده الشكل الاساسي اللي بشوفه عندي في المسائل طيب بالنسبة للموضوع الالة اضرب ازاي على الالة انا عندي نوعين من الالة فيه الالة الحزبة العادية اللي انا عارفينها اللي هي فيها حساب المسلسات او فيه منها متطور شوية تكنولوجيا اقدر اكتب الكسر بالكامير اللي قدامي عليها وفيه ممكن تكون في الامتحان ومعاكشي غير الالة عادية اللي هي الالة الصغيرة اللي هي بتحسب حسابات عادية وبس تعالى نقول على القوانين هنا اللي بيتم عشان اقدر احل المسائل هنا طبعا لو رجعنا لمسألة من المسائل المحلولة معانا وهنيجي هنا نقول ادي هنا مسألة هنقدر نطبق عليها الجزء الخاص بالالة هنا بيقول لي ايه بقى لما اجد رب بالالة اقدر احط الكسر ده كده بحاله على الالة مش فيه مالات الاحزبة بتعمل الموضوع ده اقدر احط الكسر بنفس الشكل انا بس هحط شرطة الكسر واقول له انا عايز ايه يتضرب فوق مع بعضه وايه يتضرب تحت مع بعض طب معايشي الالة المتطورة دي وكان معايا موبايل والموبايل عليه الالحزبة بتاعته او عندي آلة عادية هي المتوفرة معايا في اليوم ده معايشي الالة اللي فيها شاشة اقدر اكتب عليها الكسر بالكامل وقول ايه اللي في البسط وايه اللي في المقام اعمل ايه تعال كده نشوف على المسألة هنا هنعمل ايه وده اللي كنت بعمله على الالة اللي معايا طبعا هي الالة مش متطورة او مش موجود فيها الجزء الخاص بالكسر فبالتالي بضطر انا اكتب المسألة بالشكل المطلوب فهنا هنقول ايه بقى لما اجدرب المسألة دي هقول هضرب العشرة في الالف في الخمسة وتلاتين طب الارقام كبيرة هتعمل لك مشكلة اضرب وقسم اضرب وقسم لها كلها كلها هنا مضروبة في بعض ومقسومة على ده فبالتالي اقدر اقول عشرة في الف في خمسة وتلاتين على حط علامة على واحد ونص حط علامة على تانية اتنين متين وخمسة حط علامة على مرة تانية وكتب اتنين وتلاتين حط علامة على مرة ربعة وكتب المتين ستة وخمسين ده طريقة الايه الحساب او طريقة الضرب على الالة العادية اللي مش متوفر فيها كتابة الكسر. يبقى احنا كده قدرنا ان احنا نتكلم عن الجزء الخاص بايه؟ الجزء الخاص بالترقيم الانجليزي. بقيلنا الترقيم او ترقيم الطول السابت. واللي هو بعد كده هنبدأ نعمل مقارنة ما بين النوعيات الترقيم دي كلها. هنا لما اجد كتب ترقيم الطول السابت. انا عندي ترقيم ايه؟ ترقيم الدنيار وترقيم التكس. في ترقيم الوزن السابت كنا انا منعتبر ان الوزن سابت. الوزن كام واحد رطل. وكل ما تحط فيه شلل اكتر كل ما بيديك رقم اكبر. الرقم الكبير في الترقيم الانجليزي بيديني نمرأ رفيعة. الرقم الكبير في الترقيم الفرنسي او ترقيم الطول السابت بيديني نمرأ سميكة. عكس بعض. خلي بالك من النقطة دي. هم عكس بعض. ليه؟ انا مسلت الكلام ده في بداية شغلنا قلت انا اعتبر نفسك عندك اناء او عندك كافة ميزان كافة الميزان دي اللي بتشيله ويكون وزن واحد رطل. فانت كل ما بتحط شلل انت بتزود الوزن بتزود ليه؟ الوزن بتاعك. طيب الكلام ده لو الوزن عندك مزبوط تعال بقى على حتة تانية. انا كافة الميزان الموجودة هنا فيها واحد رطل. تمام كده؟ وكافة الميزان التانية فيها الشلل بتاعت. انا عايز الكافتين Overall يتساوم مع بعض. فكل ما هتزود شلل عشان توصل الوحد رطل دي هيزيد معاك الارقام. clusters of وزنه رطل وفيه عدد شلل هو ده النمرة. طيب انت كل ما بتزود شلل بقى الخط بيرفع ولا بيزيد سمك. الخط بيه اللي سمكه. ليه? الفتلة بترفع. بترفع بتاخد عدد شلل اكبر. ترفع تاني تزود عدد الشلل. ترفع تالت تزود عدد الشلل. يبقى كل ما الرقم كبر كل ما حصل ايه? كل ما اداني فتلة رفيع في تراقيم الانجليزي. تراقيم الطول السابت على العكس. ده بيثبت الطول. بثبته. وكل ما بيزود عليه وزن بيزيد سمك. لكن الطول سابت. كل ما زاد السمك وزاد معه الوزن بيزيد معه النمرة. فهنا التراقيم بتاعة الطول السابت ارقامها الكبيرة معناها ايه? معناها في الحالة دي خيوط اه او الاوزان الكبيرة معناها خيوط سميكة. هنا بزود على الوزن. بزود ايه? على الوزن. تمام كده? فانا مثلا لو جيت اقول نمرة اه تمانين او نمرة مية هي الاسمك ده اللي نقدر نوصل له لما نيجي نشوف هي كانت اصلا النمرة بتعبر عن ايه. تعال كده نشوف هو في الاساس قانون تراقيم الطول السابت عبارة عن ايه? انا هنا قلت ان نمرة اه اربعين في تراقيم الانجليزية ارفع من نمرة اشرين. هنا بقى نمرة مية ارفع من نمرة مية وعشرين. عكس. عكسها بالزبط. طب نمثل ده ازاي? هنقول هنا بالقانون بتاعي الاول نعرف القانون شغال ازاي? هنا هنقول نمرة بتاعنا. انا محب نشتغلها بالمعاص. اسهل بالنسبة لي. نمرة تيكس. وهنا وصاد النمرة السابت بتاع تيكس. وده بيعبر عن وزن ده بيعبر عن طول. النمرة تيكس تحتها الوزن جرام. والسابت تحتيه الطول متر. تمام كده? طيب في النمرة تيكس هنا ما فيهاش مشكلة. احنا قلنا بنعبر عن وزن. وقلنا اد الطول السابت عندي هيعبر عن طول. طب ايه القصة بقى عشان يبقى الطول هنا سابت مع الاوزن ومع البقى الحاجات دي. هنا بيقول لي اد طول. الطول ده طوله الف. لو وزنه عشرة جرام يبقى نمرة عشرة. الطول ده. طوله الف. لو وزنه ميت جرام يبقى النمرة دي مية. يبقى كل ما زاد الوزن وثابت الطول بيديني رقم. الرقم ده هو بيعبر عن سمك الخيط. ترقيم التيكس ترقيم بينفع لكل الايه? الترقيم العادية. يعني طبعا ترقيم عام. اقدر ان انا اشتغل عليه على القطن والكتان والورستد والوينو. يعني حتى في الخامات النباتية هو مش مخصص لحاجة معينة. هو ترقيم موحد. غير ترقيم الدنيار اللي بيعليه على طول. ترقيم الدنيار هو هو نفس الشكل القانون بتاعي. بس هشيل نمرة تيكس وحط مكانها نمرة الدنيار. وهشيل الالف وحط مكانها التسعة تلاف. ده بالنسبة لإيه? للترقيم تاني. فممكن نقول ادي الشكل بتاعنا زي ما هو هنعتبر ان التنين طول مش موجودين. وهنقول هنا النمرة دنيار برضو. والتسعة تلاف. يبقى الجزئية دي لوحدها هتساوي النمرة القانون بتاعها النمرة الساوي بتاعها الف والوزن بالجرام فيها والطول بالمتر. او النمرة دنيار والسبة تسعة تلاف والوزن بالجرام وطول بالمتر. دي جزئية غير الجزئية دي. حتى في حال المسائل بتاعتها. طب ترقيم الدنيار هو اصلا معمول للخيوط المستمرة. زي الحرير والنيلون وما الى زلك من انواع الخيوط الموجودة عندي. ده طبعا بالنسبة لإيه? الانواع الترقيم. طب بالنسبة للمسائل اللي بتيجي على النوع ده من الترقيم. هنا هنقول ان الترقيم بتاعي هيكون مسلا بيسألني عن نمرة. عايزي هيديني مجموعة من الخيوط باطقال واوزان معينة. في الحالة دي انا مش ملتزم بالقطن. مش ملتزم بالكتان. مش ملتزم بنوعية الخيط الموجودة. انا هنا هكون ملتزم بحاجة واحدة بس. الترقيم بتاعي. في الحالة دي لما هحط انواع ترقيم موجودة عندي او وانواع خامات مختلفة. مش هتأثر نهائي على الموضوع ده. تعالى كده نشوف مسألة متكونة من اكتر من مسألة. وازاي نحلها مع بعض. هنا بيقول لي احسب النمرة للخيوط الاتية. تمام كده. قطن طوله 3000 متر ويزن وازن سبعة تلاف جيرين. اتنين ورستد طوله اربعة كيلو متر ويزن في الحالة دي ممكن نخلي الوزن بتاعي بالاوكية. اه اربعة وعشرين اوكية. التالت كتان طوله 3000 يرضى ويزن 600 جرام تمام كده. دول التلت مسائل او التلت حاجات اللي عندي. فانا عشان اسهل على نفسي انا كل الموضوع ان هنا بقى في مشكلة كبيرة بقى عندي تحولات. في الاوزان والاطوال. يمكن هنا عشان انا شغال بالطول بالمتر فبالتالي اول جزئية مش يكون فيها تحويل كتير. بس هنا في الحالة دي هبدأ ان انا اعمل المقص بتاعي عشان اقدر اشترك. هنا عندي تلت مقصات عشان اقدر اخلي ايه التلت مسائل دول معي. طب في حتة تانية هنا ما يزود على المسألة. ثم اذكر ايهما ارفع يعني بعد ما تخلص حل في المسألة بتاعتك دي. قل لي بقى ايهما ارفع. يعني انت هنا عرفت المسائل بتاعتك دي شغالة ازاي? تعال بقى اقول لي ايهما ارفع في الحالة دي. طب عشان ابدأ ان انا احل المسألة دي محتاج يكون المسائل كده قدامي. عشان ابدأ ان انا اتحامل معها بالشكل المطلوب. اول مسألة عندي هنا بيقول لي ايه? بيقول لي محتاج يعرف تركمها بتركم تيكس. كان الخيط طوله انا هكتب هنا الاختصار بتاع المسألة. الطولة عندي كان تلات تلاف متر. والوزن عندي كان سبعة تلاف جيرين. اللعبة في المسألة دي لما اجي اعمل مقص بتاعها. هنا هيبقى تيكس. مطلوب. ودي الالف بتاعتي. وقادي التلات تلاف متر بتوعي. مفهمش تحويل. وقادي السبعة تلاف جيرين. السبعة تلاف جيرين بقى فيها تحويل. هنحول من جيرين لا رطل هنقسم على سبعة تلاف. ومن رطل لجرام هنضرب في ربعمية تلاتة وخمسين وستة من عشر. ده شكل ايه المسألة يعني هي تبقى في النهاية ربعمية تلاتة وخمسين وايه وستة من اعمل. يعني سبعة تلاف هل سبعة تلاف يدينا واحد في peròمية تتة وخمسين وستة من اعمل هيدينا برضو نفس الرقم ربعمية تلاتة وخمسين وستة من عشن. يبقىauftم الاولاني. هيساوي ان هو ترقيم تكس. هتساوي. شرطة الكسر. يبقى الرقم ده في الرقم ده على الرقم ده. ادي التلات تلاف تحت. هنحط الارقام دي بدون الاختصار اللي احنا عملناه. هتبقى السبع تلاف فوق. ادي هنا الالف بتاعت الاول. وهنبدأ نسحب السبع تلاف فوق. وما مضروبة او مقسومة على السبع تلاف مرة تانية تحت. ومضروبة في ربعمية تلاتة وخمسين وستة من عشرة. طبعا دي بتروح مع دي. هيتبقى الالف ربعمية تلاتة وخمسين على التلات تلاف. قد التلات تصفار مع التلات تصفار. هتبقى ربعمية تلاتة وخمسين على تلاتة. ممكن نضربها كده بسرعة على الالة. اربعة خمسة تلاتة علامة ستة على تلاتة. هتساوي مية واحد وخمسين واتنين من عشرة. مية واحد وخمسين واتنين من عشرة تيكس. طبعا هنا الرقم بتاعي مزبوط فممكن اقول هي مية واحد وخمسين على طول يبقى دي نمر التيكس الخيط الاولين. طب تعالوا بقى نشوف نمرت الخيط التاني هنقسم كده. اه دي كده. خلينا بالنا من رقم ده عشان نرجع له مرة تانية كمان شوان. الخط التاني طوله اربعة كيلو. متر ده الورستد. طوله اربعة كيلو متر. ويزن. اربعة وشرين او اوكاية. اوكاية. تمام كده? طيب. انا هنا بقى عشان اجا اشتغل. هقول ايه? ادي المقص. تيكس. ادي الالف. الطول عندي اربعة كيلو. هاضربها في الف. تحويلة من كيلو متر المتر. الوزنة عندي اربعة وعشرين اوكاية. يبقى اربعة وعشرين على ستاشر. فيه رومية تلاتة خمسين وستة من عشر. دي التحويلة. تحويلة الاوكاية. ودي تحويلة ايه? الجرام. لان هنا الوزنة عندي لازم يكون بالجرام. هنقول نملة التكس. بتساوي. اربعة وعشرين على ستاشر. في ربعمية تلاتة وخمسين وستة من عشرة. في الالف. على اربعة في الالف. طبعا هنا المسألة رياضيا بدأت فيها حاجات هتتشال. وفيها اختصارات كتيرة جدا. فبالتالي هنشيل الالف مع الالف. هتتبقى اربعة اربعة في الالف.